شاب الكويتي والمواطن الكويتي اللي قاعد يتخرج وما يلاقي وظيفة مفهوم الوظيفة مو انك تكدس بالوزارات البلد تحتاج مشاريع وفي هذه المشاريع لازم توظف عيالك كل مشروع يحتاج المهندس والقانوني والاقتصادي ولدارسين تمويل كل مشروع يحتاج هذه الشهادات لكن واضح ان تخطيط البلد لهذا الموضوع اسوأ من السوء اذا ما تقدر توفر هالمشاريع وهالتوظيف ليش تخليهم او تخلي عيالنا يدرسون هالتخصصات ويتخرجهم على وظيفة على سبيل المثال مهندسين بترول يعني انسان شاب دارس بترول وين يتوظف؟ تحت وزارة الإعلام؟ وين يتوظف؟ كم مهندس بترول خرجت وما لمكان بدولة من أغنى دول عالم بالبترول ترجمة نانسي قنقر